حياكم اللهم مشاهدين الكرام وتابعي قناة اليام الفضائي وحلقة جديدة من برنامج الوسم هان كرار حباب فاصل قصر وفقرة فيس تو فيس خليكم ويانا لحيد الروح بعيد حياكم اللهم جددا مشاهدين الكرام في فقرة فيس تو فيس حيث الأخبار والأحداث والمواضيع والاترندات المحلية والعربية والعالمية اللي دائما ما تكون موجودة في برنامجنا برنامج الوسم وأكيد حدثنا الأبرز والدائم في كل الأيام والساعات والدقاء اللي اتمر علينا هو موضوع فلسطين أكيد بالحلقة السابقة ما كانت هناك أخبار أو مواضيع بسبب السفر كنا نساند منتخبنا الوطني في البصرة وفي البصرة ومباراة العراق لن تخلوا من مساندة فلسطين لن تخلوا من مساندة الشعب الفلسطيني الذي يحارب من كل الجهات في غزة وفي فلسطين بكل تأكيد كان لوزير الشباب والرياضة السيد أحمد المبارقع حضور في هذه المباراة بهذا الزي بهذا الزي الذي كان في ملعب البصرة الدولي 65 ألف متفرج حضرين المباراة وأكيد وزير الشباب والرياضة لم ينسى القضية الفلسطينية ولم ينسى المساندة والوقوف مع الشعب الفلسطيني فحضر للمباراة وكان يضع هذا اللفاف مثل ما يقولون أو الوشاح بعلم فلسطين وأيضا علم بلدنا الحبيب العراق شكرا لوزير الشباب والرياضة السيد أحمد المبارقع لأنه لم ينسى فلسطين ولا القضية الفلسطينية وأكيد حتى في مباراة بكرة قدم الجماهير العراقية أيضا رفعت الأعلام وهتفت الهتافات المساندة للقضية الفلسطينية وأكيد كان لهم دور كبير في ذلك والدور البارز لوزير الشباب والرياضة بصفته ممثل عن الحكومة حاضر في هذه المباراة وزير بحكومة عراقية كان يضع هذا الوشاح بعلم فلسطين وعلم العراق هذا هو الشعب العراقي لم ينسى القضية الفلسطينية وحتى في مباريات كرة القدم أكيد البعض يقول نشوف الحياة ونكمل ونمضي نعم أكيد ولكن القضية الفلسطينية تبقى هي قضيتنا القضية رقم واحد لكل مواطن عراقي ولكل مواطن عربي شريف بعيدا عن الحكومات في باقي الدول فلم ينسى القضية الفلسطينية وهذه أيضا بعض الصور من المباراة ومن الحضور لهذه المباراة مثل ما تشوفون كان يرتدي هذا الوشاح كذلك الحال في المقصورة الرئيسية لم ننسى فلسطين في كل شيء دائما وأبدا مع الشعب الفلسطيني ومع القضية الفلسطينية شكرا لوزير الشباب وشكرا لكل جماهيرنا الكروية التي كانت حاضرة في الملعب وهتفت وأيضا رفعت الأعلام للشعب الفلسطيني شكرا لهم جزيل الشكر وأكيد هذه المواقف ما راح تنسي بالتاريخ اليوم اللي يقول كلمة اللي يسوي فعل هذا راح يكون فعل للتاريخ هذا راح يكون لكل الأجيال فاللي يأخذ الموج أو الروج ويروح بين الشسمة بين الرجلين مثل هواية صهاين عرب هذا بعد إلى مزبلة التاريخ أجلكم الله أما اللي يكون إلى موقف وموقف مميز فهذا هو يكون في أعلى صفحات التاريخ هذا كان موضوعنا الأول في فقرة face to face اللي هو موضوع حضور في ملعب البصرة الدولي حضور لوزير الشباب والرياضة ويرتدي الوشاح الذي كان عليه عالم فلسطين وعالم العراق الموضوع الثاني اللي نتكلم به تعرفون الصهاينة الإسرائيليين يعني المستشفيات سهم معدهم الشغل الشاغل أي مستشفى يردون يقصفوها أي مستشفى يردون يقصفوها ليش؟ والله تحتها مخبئ للأسلحة والله تحتها معبر لأه كل هذا الموضوع أنهم يردون يقتلون كل المواطنين الفلسطينيين حجج هي هذه حجج زين وحجج واهية خلينا نشوف هذا رسم لأحدى المستشفيات اللي موجودة في فلسطين يقول هاي طبعا مستشفى الشفاء وطبعا هم تهموها أنه هي بيها مخبئ ومخازن وللأسلحة وهذا لحماس حلو؟ وتبين أن مخبئ حماس الموجود أسفل مستشفى الشفاء هو في الواقع مخبئ إسرائيلي تم بنائه تحت مجمع الشفاء عام 1983 عندما احتلت إسرائيل قطاع غزة ولهذا السبب كان الإسرائيليون على يقين من وجود شيء ما تحت المستشفى في عام 1983 عندما كانت إسرائيل لا تزال تسيطر على قطاع غزة قامت ببناء غرفة عمليات آمنة تحت الأرض وشبكة من الأنفاق تحت مستشفى الشفاء وقبوا اسمنتي تحت المبنى الثاني للمستشفى يعني هم يتهمون حماس بأنهم بانين مخبئ تحت المستشفى وأساسا طلع المخبئ إسرائيلي صهيوني أنت من هالمال حمل جمال أساسا طلع المخبئ من الصهاينة من إسرائيل بعام 1983 ومحاصرين المستشفى وقصف على المستشفى وكل شيء أساسا ما بيأس المستشفى خلاص الأطفال ماتوا اللي بالمستشفى لا أكسجين لا شيء المرضى ماتوا وهذا المستشفى محاصر وهذا وماتوا كل اللي بالمستشفى راحوا خلاص هذا واستشهدوا بسبب الحصار اللي موجود على مستشفى الشفاء من قبل الصهاينة الأعداء بالنهاية طلع هو مخبئ صهيوني من عام 1983 أمي هاي كارفة هاي كارفة طلع المخبئ صهيوني موجود في مستشفى الشفاء أسفل مستشفى الشفاء هذا هو واحد من المواضيع اللي نتحدث بها اليوم لأنه هذا زيف لبعض الصهاينة زيف واضح زين يردون من خلال الأخبار اللي يبثوها أنه احنا نصدق هذا الشيء ولكن الصدق اللي يدعون بي ويردون نحنا نصدق هذا الشيء هذا يعني خلاص ماكو لأنه واضحين وضوح الشمس أنه هم كذابين منافقين مخادعين كل الكلمات اللي موجودة بقاموس الخصة والنذالة تقدر تطلقها على الصهاينة القذرين أجل لكم والله هذا واحد من المواضيع اللي تحدثنا بيه بخصوص يعني ما موجود في قطاع غزة أكو موضوع اللي هو مواقع التواصل الاجتماعي مواقع التواصل الاجتماعي تدعم الكيان الصهيوني بشكل كبير جدا شلون تدعم الكيان؟ بعض رح يقولي شون تدعم الكيان؟ أي شيء لفلسطين ما تطلع يعني مثلا إذا خليت علم فلسطين وكتبت تضامن مع فلسطين يسدون لك الصفحة أو ما يخلون المنشور يصعد ويجيب تفاعل ما يخلونه مزين؟ تكتب كلمة فلسطين انحضرت تخلي علم فلسطين انحضرت تخلي أي شيء خص فلسطين انحضرت هذا اللي جاي تسوي مواقع التواصل الاجتماعي يعني سياسة الانستجرام والفيسبوك يعني تتعامل يعني تعامل مشين مع هذا الموقف حتى أكو شغلات يعني خلينا نقرأ هذا المنشور اللي كان متداول في مواقع التواصل الاجتماعي خلينا نقرأه طبعا هو أو هي تقول الغي توثيق الانستجرام لن أدفع لمنصة تساهم في جمع التبرعات للعدو سياسة الانستجرام والفيسبوك في التعامل مع محتوى العرب الحرب الحرب عفوا على غزة مشينة لم تكتفي منصات ميتة بتقييد محتوى الحرب على غزة بل أيضا تجمع التبرعات من خلال الحملات على الفيسبوك والانستجرام لغاثة الكيان الصهيوني ويتدعي أن التبرعات لفلسطين أيضا ولا يمكن الوثوق في ذلك أن يذهب جزء من هذه التبرعات لدعم الاحتلال يكفي لوقف أي اشتراكات مدفوعة للانستجرام أو الفيسبوك طبعا نشوفوا أنا أتفق وياج بأنه هم ممكن يدعمون الكيان الصهيوني ولكن فلوس التوثيق اش قد تريد تطلع ما هم يستفادون من الاعلانات يستفادون من الاعلانات استفادة كبيرة جدا يستفادون من الاعلانات بشكل مطبيعي فيا عزيزتي عنوياج أوكي نوقف التوثيق وخيولي وهذا الأمور كله ثم أيضا يستفادون من الاعلانات فلازم احنا نمع الناس يا به كافي سبونسر كافي اعلانات يعني تسوي مع إدارة فيسبوك على مو يسوي لك اعلان شوية اقطع هاي الفترة احنا عدنا حملة مقاطعة لازم نقاطع بشكل كامل كل هذه التصرفات وكل هذه المواضيع هذا واحد من الشغلات اللي لازم نذكرها ايضا منذ انستجرام حملاجة من التوراة على فيسبوك منذ سبع اكتوبر بادر الاشخاص بجمع ما يزيد عن دعش ونص مليون دولار من انستجرام للمنظمات غير الهادفة للربح على فيسبوك هو للمساعدة في جهود الإغاثة في اسرائيل وفلسطين ويشمل ذلك اكثر من 340 الف تبرع ل262 مؤسسة خيرية تقدم الإغاثة لمنكوبي الكوارث وخدمات الإسعاف والدم والرعاية الطبية وغير ذلك المزيد يعني الكلام واضح جهود الإغاثة في اسرائيل وفلسطين يعني هي حرب غير متكافئة الصهاينة جاء يقصفون الأطفال والنساء في فلسطين في غزة فأنا سوي أجمع والله شنو أجمع يعني تبرعات للحرب وادعم بها اسرائيل وفلسطين عمي هاي السؤال ما تمشي بعد علينا تعبنا وشفنا هواي ما تمشي علينا بعد هاي الأمور فكافي من هذه التصرفات اللي تصرفوها وأرد رشوف الزوج اللي يتبرع بهذه الشغلات يعني معرف الزوج اللي يعني تمشي علي هاي الأمور عكوا وايه أشخاص يتشو الله يعني للأسف معرف على شنو أنا أنا أتبرع على شنو تعرف أنت مصدر هذي الفلوس وين رايحة وش مدريك راح توصل عمي هاي السحة تلو التبرع لفلسطين اوكي عانطي فلوس للفيسبوك على مودي يودي الفلوس للفلسطين ما عاني بلدي أورا دي جاي يودي شغلات الفلسطين إذا عريد أساهم أساهمه يا بلدي يشط الفيسبوك شاو فيسبوك مين يقال راح يودي فيسبوك للفلسطين مين يقال اوتي يقال راح تروح لإسرائيل وغيرها من التفاصيل هذه أيضا في في أمريكا وبالتحديد في محطة القطار في نيويورك طبعا في أمريكا أمريكا تعرفون يعني الدولة اللي هي دائما ما تنتهك القانون الدولي وتنتهك الإنسانية وكل شي تنتهك أمريكا زي لا ما تعترف لا بقانون لا بدستور لا بكل شي وكلنا نعرف هذا الشي من زمان هذا البلد هو بلد يعني يحب أنه يحتل الدول زي بلد قذر يحكموه قذرين كل هذا اللي ما نحن نتفقين عليه أمريكا الشيطان الشيطان الأكبر أمريكي ولكن يحكموه قد ما تكون حكوماتها سيئة ولكن بيها مواطنين صالحين نحن نتحدث بشكل عام نحن نتحدث بشكل عام أكو مواطنين صالحين بل الأدها من ذلك هذول المواطنين مو مواطنين أمريكيين لا هذول المواطنين مواطنين من يهود أمريكي يهود أمريكيون يغلقون محطة القطار الرئيسية في نيويورك احتجاجا على الدعم الأمريكي لإسرائيل ومطالبين بوقف إطلاق النار في غزة لاحظوا ياي الموضوع يهود أمريكيون يغلقون يعني يهود بأمريكا يمسوين وقفة احتجاجية زين طبعا هذا الصورة واضحة هاك شوف هذا مخليها على رأسها من وراء عليها فوخة رأسها مدري شيني تلها عرق تيني مثل ما تشوفون محتجين بمحطة القطار الرئيسية في نيويورك على الدعم الأمريكي لإسرائيل ويطالبون بوقف إطلاق النار في غزة ولكن اللي تشوفونه من صور وفيديوهات شا الدل؟ الدل على أنه هاي الحكومات لا ترضخ ولا تسمع ولا تحترم شعبه فوين الديمقراطية اللي يدعون بيه؟ وين الديمقراطية اللي يدعون بيه؟ إذا أنت هذولا يهود وأمريكان وواقفين وقفة احتجاجية ضد البشاعة اللي جايز صير نفس ما صارت في بريطانيا طبعا رئيس وزارة بريطانيا يدعم الكيان الصهيوني يدعمهم بكل شيء بالأموال بكثير من الأمور وأيضا صارت وقفات احتجاجية فهاي الحكومات ما تسمع على شعبها زين؟ فعمي هاكو شعب يطلع منه شيء والله بس هي الحكومة هي رأس السمشة وين الديمقراطية العدد تحجون عليها؟ وين حقوق الإنسان؟ وين حرية الرأي؟ زين عمي الله بالخير عليكم هاي الأطفال اللي جاي تموت وتستشهد في فلسطين أطفال رضع معدل اللي حاليا موجود في فلسطين معدل الاستشهاد للأطفال كل عشر دقائق يستشهد طفل وين هاي الدول وين الإنساني وين المنظمات المجتمع المدني واليونسيوف واليونسكو مدري منه وين هم ذنين؟ وين هاي المجتمع الدولي وينه؟ أتكم علم صار شهر اللي لا كهرباء لا مي لا أكل لا شرب صار شهر يلا دخلا البارحة يلا دخلا سيارتين للمساعدات الغزة زين هي وين تكفي هاي السيارتين لمدينة بها 2 مليون ونص مواطن يعاني من النقص في الكهرباء يا نقص هو أصلا انعدام انعدام ماكو زين؟ غذاء ماء دواء كهرباء كلش ماكو زين؟ كلش ماكو لا والمصيبة الصهاينة يعني ضايجين والله ليش طبط هاي السيارات؟ ما هو أنتو والله العظيم يعني مو صوشكم والله زين مو صوشكم صوشنا احنا اللي ما عدنا موقف هاي الدول العربية اللي تجتمع والله القمة الإسلامية المدرشينو ندين ونجب لا وبالنهاية يعني بالبيان الختامي وهذا ومن خلال سوالفهم اعترفوا اعتراف واضح وصريح بالكيان الصيوني اعترفوا بيك دولة منهم مداكم ومدا قمتكم اللي مخليها زين؟ وطبعا اللي شك بهذا الكلام تقدر ترجع للبيان البيان الختامي للقمة المادة رقم 26 اعتراف واضح وصريح لإسرائيل كدولة اعترفوا بيك بص هاينا زين؟ الكيان الصيوني الغاشم المحتل فلذلك يا شعبنا الكريم لا تمكن كل هاي الشعارات القمة عبارة عن ندين ما حصل نستنكر ما حصل نطالب بوقف المدرشينو نشجب مدرشي ساي اه شنو هاي شنو هاي الفايدة شنو نسين يطالب يطالب من اذا هو بالقمماتك موجود واحد من الأمم المتحدة موجود واحد من المنظمات المدرشينو بالنهاية شنو الوضع الاطفال والنساء في فلسطين استشدون كل يوم كل دقائق خلينا نبقى بإطار بإطار المقاطعات هذا اللي موجود حاليا في كل دول العالم طبعا من حملة للمقاطعة مقاطعات كبيرة جدا في هذه الصورة طبعا عمي اذا هوتوا نادي لاعب لكم مارادونة وريكيلمي وفيرون وشك واحد عظيم لاعب لكم نزين طبعا سونهي شاهدوا لها بالارجنتين بالارجنتين شوفوا اللي تبعد عننا يمكن 18-20 ساعة بالطيارة تبعد عننا هلكت نزين هذه الصورة بالارجنتين جماهير نادي بوكا جونيورز الارجنتيني طبعا نحن بالمناسبة لو عدنا ماكدونالدز كان شفت الوليدات من الصباح راحوا لها بس الحمد لله ما عدنا شي شركات تافهة زين طبعا كل هذه اللي جاي تشوفوه وأكو دعم لماكدونالد يعني مثلا بالسعودية صارت عروض على وجبات تركيا للشيخ وربع ودول قاموا يسعون عروض على الوجبات يعني يرخصون ويسوي عرض وهذا على موض الشركة ما تفلس يعني خلاص وصلت مرحلة الفلاس ما حد يدخل لهم ولا حد يتشبهم زين واللي تشوفوه حاليا هم جماهير كرة قدم هم جماهير لكرة القدم هذا اللي موجود حاليا في الارجنتين انه جاي يقاطعون كل هذه الشركات خلينا نشوف الصورة بشكل أوضح جماهير بوكا جونيورز الارجنتيني يحرقون مطعم ماكدونالدز لدعمه الكيان الصهيوني طبعا بالمناسبة قدام حصائية موجودة في يعني حصائية لكل اللي صار بغزة من بدت المعركة في 7 أكتوبر لغاية الآن أكثر من 12 ألف شهيد منهم 3155 أمرأة و5000 طفل وأكثر من 3750 مفقودا بينهم 1800 طفل أما الجرحة حوالي 32 ألف جريح هذه هي الأرقام اللي أمامكم ما صايرة بكارثة من كل كوارث العالم 12 ألف أكثر من 12 ألف شهيد هذول الـ 12 ألف طلع منهم 5000 أطفال 5000 أطفال 5000 أطفال من دول الـ 12 ألف أوكي؟ شقد بقوا بقوا 7000 من هاي السبع تالاف 3155 أمرأة يعني من هاي الـ 12 ألف طلع منهم 8000 بس نساء وأطفال يعني اللي يبقوا 4000 بحدود الأربعة تالاف هم من الرجال فـ 5000 طفل وـ 3155 أمرأة طبعا بالمناسبة المفقودين 3750 هذول المفقودين اللي ما لقوهم لحد الآن أما الجرحة اللي هم 2 أكثر من 32 ألف هذول هم يعني ممكن يستشهدون بأي لحظة لأنه لاكوا مستشفى يعني داويهم ولاكوا دواء ولاكوا بأوكسجين ولاكوا كل هاي الأمور فكلها يعني مستشفى الشفاء مثل ما تعرفون أنتو طلعنا لكم يا بالبداية شونو صارت زين مستشفى المعندانية خصفوها بنسفوها نسف زين ما بقت مستشفى في غزة فـ هذا اللي جاي تشوفوه يعني دولة 32 ألف فممكن يموتون يستشهدون كل دقيقة كل لحظة زين نحن شهداء بفارق الوقت مثل ما قال المراسل في إحدى المحطات العربية هذه هي الإحصائية هذه هي الإحصائية 32 ألف جريح اللي هم هذول 32 ألف جريح اللي راح يستشدون لأنه لا 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 عدهم مي لا عدهم كهرباء لا عدهم دول لا عدهم غذاء كل شي ما عدهم والله يرحم كل الشهداء والله ينصر هذول الأبطال اللي يعرفون شنو معنى الظلم ويعرفون شنو الإنسانية فأبطال الموقف هذول اللي يقاطعون هاي حرقوها ما بقوها هم بالأرجنتين أرجنتين دولة لا بها إسلام ولا تعرف شنو لها بس تعرف أنه الإنسانية هاكو شي عدهم اسمه إنسانية مثل ما تشوفون شنو سووا بماكدونالد بس هو بلد بلد بميسي وبلد بمارادونا هذا البلد العظيم زين طبعا هيتش يطلع طبعا هذا واحد من المواضيع طبعا أكو شغلات تصير بمواقع التواصل الاجتماعي مثل ما حشينا عليها شغلات يعني غريبة عجيبة من هذه الأمور قدنا رح نشوفكم فات شغلة زين فأريد تركيزكم ويانا ركز لي تبهوا ياي أينك على الصبورة مثل ما يقولون يقول أربع شغلات دخلوا معنا الفترة الحالية بشكل كبير وبسبب خوارزميات الأنستجرام صرنا نستخدمهم وناس كثير ما تعرف معناهم رح أحاول أشرح لكم كل وحدة بيهم شنو تعني ركزوا ياي هاي وهاي وهاي عالم فلسطين علامة النصر المثلث الأحمر والدول العربية صحوا للبطيخ احنا نسميه الرقي هذه الفاكهة يقول لك يقول لك البطيخ أو الجح أو الرقي حسب ما تسموه في بلدكم في عام 1967 منع أي شخص في الأماكن التي تم احتلالها على منع رفع علم فلسطين ولجأت جميع إلى رفع البطيخ أو استخدامها في رسمات على الجدران لأنها مشيرة إلى نفس علم فلسطين وكثرة استخدامها بالوقت الحالي هو سبب الخوارزميات داخل الأنستجرام في منع ظهور المحتوى الذي يظهر فيه علم فلسطين تركزوا يا ماكو محتوى يظهر بعلم فلسطين ماكو بسبب خوارزميات ميتة المثلث هو إشارة وضعتها المقاومة على الآليات التي سوف يتم تدميرها وهي تدل على المثلث الموجود داخل العلم الفلسطيني العلم الفلسطيني بمثلث كلنا نعرف أيضا حركة النصر أو علامة النصر هذه الحركة استخدامها على الصمود أو النصر واستخدامها في الحسين الفلسطينيين النصر أو الاستشهاد هذه العلامة علامة النصر علم فلسطين استخدام العلم لكي يعرفه الجميع وعلموا أولادكم أن فلسطين محتلة وأن المسجد الأقصى أسير وأن الكيان الصهيوني عدو أنه لا يجد دولة اسمها إسرائيل زين هذه هي اللي موجود طبعا التفاعل قل حاليا وهي القضية الفلسطينية لأنه صار صارفت شي يعني طبيعي صارت الناس تتعود عليه طبعا وهذا شي غلط أنت اليوم اللي بين 7 أكتوبر لحد هذا اليوم ترى الأشياء جاي تزيد القصف جاي تزيد المشاهد جاي تزيد كل هذا الأمور جاي تزيد بس صار مسلسل عادي فالناس يعني قل تفاعله ويا هذا الموضوع وين وين تلقى واحد ناشر له فتشي ضامن مع فلسطين ويناظ الكيان الصهيوني وهذا أكبر غلط لأنه هدول ما ينعافون الكيان الصهيوني فهذه وحدة من من الحالات وإضافة بسيطة الزيتون الزيتون رمز من رموز فلسطين لأن فلسطين تشتهر بأشجار الزيتون وزيت الزيتون وتعتبر شجارة الزيتون رمز من رموز القوة والصمود عند الفلسطينيين هذه أيضا يجب أنه نستخدمها طبعا هذا واحد من المواضيع نرجع لموضوع المقاطعة موضوع واضح وصريح راح أيضا أريدك تركز وياي بهذا الموضوع يقول نعم أنتو شركة محلية أنتو أحسن وكيل وخدمتكم حلوة وشغلكم نظيف نشهد نشهد لكم أوكي أوكي ركزوا ياي هالإدارة الفخمة حرامة روح خسارة بنفسنا نقاطع الشركة الأم بدون ما نظركم بس كلنا عارفين أنه جزء من الربح لهم بدون شك أوكي زين طيب شنو الحل شنو الحل الحل بيتكون ونتو يعني هذا واحد يخاطب الشركة سنة 2022 انسحبت شركة ماكدونالدز من روسيا بسبب حربها على أوكرانيا وكان عندها 850 فرع 850 فرع في روسيا لشركة ماكدونالدز تمام تمام شنو صار بعدها مستثمر روسي اشترى سلسلة المطاعم كلها وحولها لإسم ثاني ما يشبه ماك حتى ما يشبه ماك بس شنو اشترى سلسلة المطاعم حلو تركز لي هنا نحن صار بس شنو عمل عمل نفس المينيو بأسماء مختلفة حتى التغليف مشابه ومعظم الهوية متشابهة اللي قدامكم تشوفوه حاليا اللي قدامكم واضح لذلك وشرط المبيعات عنده زادت وفتح ايضا افرع وقرب وقرب يوصل الى الف فرق ليش تنتظر خسارتك تكبر لا وتظل مع قتلتنا هاي ايضا فكرة هاي الشركات ماكدونالدز وغيرها نعرف احنا هو واحد يجي مستثمر ياخذ وكالة ويشتغل بس اكيد جزء من العرباح يروح الماكدونالدز واضح جدا فانت يا اخوي اللي ما اخذ منهم الوكالة اخوي عفوا الوكالة زين وسوي لك غير شي بنفس الطعام وبنفس الهذا بغير غلاف وبغير اسم زين وخليهم هم يخسرون عزلهم شيل الوكالة منهم انت بعد عرفة الجاي تسوي انت يا ابو المحل ابو المطعم ابو الهذا فانت تقدر تقاطع ايضا بهذه الطريقة الواضحة والصريحة انت مستثمر قوي الوصفات عندك وكل التفاصيل عندك ادفع تخليص العلامة التجارية وبنفس الفروع ونفس الموظفين افتح محلك الاردني 100% طبعا هذا اللي اللي مسوي هذا الشي هو مواطن اردني بس والله عم مفصلة افصال جايبها نسخة مفصلة افصال فعا شتيدة والله عم عا شتيدة هذا المواطن الاردني طبعا ها وبنوع ديك انه كلنا في ظهرك الكلام ينطبق على جميع الشركات المماثلة وفي كل الدول العربية طبعا مشاهدين الكرام هذا ما عدنا في فقرة فيس تو فيس فاصل قصير وفقرة ترند تيوب خليكم ويانا لحد يروح بعيد حياكم الله مجددا مشاهدين الكرام في فقرة ترند تيوب خلينا نشوف الفيديو الاول تريد من والدتها ان تخسل اواعيها الاواعي اللي هنه الملابس الهدوم وهي ما تدري انه والدتها استشهدت هذا واحد من المشاهد اللي موجودة في غزة تريد انه امها تخسل اواعيها وهي ما تدري انه امها استشهدت خلاص استشهدت هذا واحد من المشاهد اللي نشوفها بشكل يومي في غزة وفي فلسطين ما عرف شنو الكلام المناسب وهي جريحة والمستشفى اسأل انا اسأل منظمات المجتمع المدني اسأل 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 دولا كلهم يعني هاي المناظر هاي ما تحرك شي هنانا بداخلك يعني يعني ما تحرك شي يعني اكيد عدكم ابناء وعدكم وعدكم اطفال هذه المناظر يعني ما تحرك شي بداخلكم يعني ابد ابد هاي النقطة اللي اريد اعرفها خلنشوف الفيديو اللي بعده مخرجنا واضح ما يراد تعليق ما يراد كلام ولا كل شي واضح واضح وضوح الشمس نحن لا نريد ان نموت تقول ممكن الصبح انه احنا نموت احنا بس نريد نعالج مرضانة نحافظ على سلامة مرضانة هاي مواطنة اجنبية يعني معرف من اي دولة وجودة في فلسطين لتقديم المساعدة للشعب الفلسطيني و بأحدى المستشفيات جاي توجه نداء يعني استغافة لكل الحكومات جاي تقول انه يعني احنا ملتزمين بشغلنا يعني ف بس ممكن احنا ما ننجو يعني الصبح ممكن احنا نموت ما ننجو مزين فنريد توقفون اطلاق النار مزين هذا واضح وصريح هذا اللي هذا اللي جاي يصير يا اخوان هذه قدارة اسرائيل خلينا نشوف الفيديو اللي بعده دا ينام الصحفيون والمراسلون في غزة من خلال المخيمات وطبعا كل لحظة يستشهد واحد بيهم ولكن هم صامدين اكيد هذا الصمود يشكرون عليه هذا هو مكان نومهم ومكان استراحتهم مخيم في الشارع لانه ماكو شي ماكو شي بعد يعني بقى ماكو شي بقى يعني ماكو لا بيت لا بناية لا ماكو شي بقى غزة حرفيا انتهت صارت وياه الارض حرفيا ماكو شي بقى هاي المدينة اللي اللي على البحار اللي مساحتها تستوعب يمكن 300 الف مواطن او 200 الف مواطن مساحتها بيها 200 مليون ونصف مواطن محاصرين هم في سجن غزة عبارة عن سجن سجن كبير محاصر من قبل الكيان الصهيوني في غزة هكذا هي الفيديوهات والصور خلينا نشوف الفيديو اللي بعده مخرجنا حسبنا الله ونعم الوكيل يقل لنا اخوي اليوم استشهد بس عادي يعني عادي خلاص يعني ولكن اوجه رسالة للحكوم العرب حسبنا الله ونعم الوكيل هذا اللي جاي تشوفوه حاليا هو مستشهد اخو وهو بهذا بهذا الصبر وبهذه القوة يقف و ما اعرف يعني هذا البلد يا اخي والله العظيم جاي يصدر لنا معجزات وشغلات وامور هذا اللي جاي يصير بغزة يا اخوان هذا اللي جاي يصير شي مطبيعي شي مطبيعي ما اعرف ما اعرف الحمدلله وشكر خلنشوفوا الفيديو اللي بعده مخرجنا بس شوفوا المنظر ماكو يعني ما اعرف يعني نهاية العالم نهاية العالم مدينة خالية من السكان كل شي ما بيها ليش هاي المدينة الصغيرة اللي بيها 2 مليون مواطن خالية من السكان لانه كل السكان تحت الانقاض كل السكان استشهدوا هاي المدينة اللي جاي تشوفوا وهي غزة واحدة من اجمل المدن في الدول العربية واحدة من اجمل المدن في الدول العربية غزة هكذا اصبحت حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم على كل ظالم وكل شخص يشاهد هذه المناظر وما تكون الى ردة فعل وحتى على كل الحكام الحكام الدول العربية لا تفيد هاي القمم ما لاتكم ولا تفيد البيانات ما لاتنكار اليوم اللي يريد يقول كلمة يروح يساندهم يودي لهم مكل وشرب ومي وكهرباء ويروح يقاتل ويروح يوخر يوخر الحيف من عدهم هسا تنصرهم بكلمة حتى الكلمة ما تقدر تنصرهم بيها لانه التخاضع هو مطبع شاهدين الكرام وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا الاسبوع من برنامج الوسم حتى انتقيكم في الحلقة القادمة نقول في موالا موسيقى موسيقى ترجمة نانسي قنقر